الاسبات العلمي بأن الله سبحانه وتعالى هو الأول وهو الآخر منذ متى الله موجود؟ العلاقة بين الله والزمن؟ هذه أسئلة فكرنا فيها كتير منذ القدم ومنذ طفولتنا ويعجز العقل عن التفكير في ذلك ولكن أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتفكير وبالتفكر والنظر في مخلوقاته والتدبر والتعقل والتحليل العلمي لذلك حتى تفهموا معي الإجابة عن تلك الأسئلة والتساؤلات لابد أن نرجع إلى العلم واستخدام العقل وهذا اجتهاد خاص به معتمدا على علم الهندسة الرياضية والهندسة الإقليدية مع ربطها بحقائق كونية موجودة وحقائق موجودة في جميع الأديان وأحاديث نبوية تعريف القطعة المستقيمة هي المسافة المحصورة بين نقطتين محددتين ألف وبه ويمكن تعريفها أيضا بأنها جزء من خط مستقيم محدد بنقطتين نقطة بداية ونقطة نهاية تسمى طرف الضلع يبقى قطعة مستقيمة ألف بي لها نقطة بداية اللي هي الستارت بوينت ولها نقطة نهاية اللي هي الاند بوينت أما القطعة المستقيمة الزمانية وهي مثل حياة الإنسان له نقطة بداية وهي مولده وله نقطة نهاية وهي وفاته وحياة الإنسان هي جزء من الزمن لفترة محددة ممكن أن تكون خمسين سنة أو سبعين سنة أو مئة سنة أو أقصر الشعاع هو مستقيم له نقطة بداية وليست له نهاية فالشعاع ألف جيم لها نقطة بداية هي ألف وليست له نهاية أما الشعاع الزمني فهو مثل الحياة الأخرى بعد البعث حيث أن جميع الأديان المتفق عليها والغير متفق عليها قد أبلغت وآمنت بوجود حياة أبدية بعد الموت أما خلود في الجنة كجائزة على الإيمان أو خلود في النار كعقاب على العسيان لذلك الحياة الأخرى لها نقطة بداية وهي البعث وبداية الخلود ولكن ليس لها نهاية المستقيم هو خط مستقيم له طول لا نهاية ويحتوي على عدد لا نهاية من النقاط وهو ليس له بداية وليس له نهاية أي يمتد إلى ما لا نهاية من الجهتين أما المستقيم الزمني وهو الظهر وهو الزمن وهو الزمان ولله المثل الأعلى بالرجوع إلى حديث شريف عن أبي هريريا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسب الظهر فإن الله هو الظهر وبرواية أخرى قال تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الظهر وأنا الظهر أقلب الليلة والنهار لذلك الله سبحانه وتعالى هو الظهر وهو الزمان وخط المستقيم الزمني هو الزمان أي هو الظهر أي هو الله سبحانه وتعالى أي ليس له بداية وليس له نهاية لذلك من يؤمن بالعلم وبعلم الرياضيات لابد أن يؤمن بوجود الله فهو الأول والآخر أول قبل الوجود وآخر بعد الخلود حيث أنه ليس له بداية أو نهاية ومن الناحية القياسية عندما نلاحظ الزمن نقيس به عمر المخلوقات والأشياء التي لها نقطة بداية ونهاية فنستطيع أن نقيس عمر أي مخلوق ولكننا لا نستطيع قياس عمر الزمن كذلك كمثال الكتلة نستطيع بها حساب كتلة كمية من الفكهة مثل 1 كيلو 5 كيلو وذلك بوسطة الميزان ولكننا لا نستطيع حساب كتلة الكتلة كذلك لا نستطيع حساب عمر الزمن أي عمر الظهر أي لا نستطيع حساب العمر الزمن لله سبحانه وتعالى لأنه ليس له بداية وليس له نهاية لذلك حياة الإنسان هي جزء من الزمن وخط الزمن به حقب زمانية متتالية كل حقبة زمنية تخص جيل أو قوم عاشوا سويا في ظروف متشابهة لذلك الصفر خلال الزمن سواء في المستقبل أو في الماضي قد يحدث بقدرة الله سبحانه وتعالى وقد حدث بالفعل سواء في قصة أهل الكهف أو في قصة الإسراء والمعراج ومن هنا نقدر نجاوب على التساؤل اللي فكرنا فيه كتير وهو منذ متى وجود الله فالله ليس له بداية وليس له نهاية لإنه هو الزمن وهو الضخر والسلام عليكم ورحمة الله